سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية راح نشوف اه كيف راح اخد البيت هذا وانجله عندي على برنامج اه اليونتي واتعمل معه بحيث ان انا اقدر ادخل جوه البيت وخلي الباب يفتح تلقائي من من ذات نفسه باستخدام الكود البرمجي اه مبدئيا احيانا لما اجيب مجسم انا بحتاج ان انا اضبطه او اعدل عليه باستخدام المايا بعدين انا او احد برامج لسري دي بعدين انا اوديه على برنامج اللي انتهي واتعمل معه المجسم هذا اللي انا جبته عبارة عن مجموعة من المجسمات متداخلة من بين اهم الاشارات اللي بعنيني بتعني ان في عندي اربع بواب وفي عندي مجسم اساسي وفي عندي شوية اثاث ثانيين موجودات جواء البيت تبعي علشان اتعامل معه اول حاجة رح امسك البيت الاساسي البيلدنج هنا وغير مركز الدوران اضغط على حرف الدي واعلم على تحت هنا واضغط كمان مرة حرف الدي نفس الكلام رح اعمله للبواب اللي عندي هاي الباب الاول كنترول للرقم واحد اختفى كل المجسمات وضعيل عندي المجسم تبعي حرف الدي وقل لو سمحت مركز دوران دي ايب جهان هاي حرف الدي كمان مرة كنترول رقم واحد واعيد على الباب التاني كنترول رقم واحد حرف الدي وغير مراكز الدوران تبعت اتاكد ان انا معلم صح وهي حرف الدي نفس الكلام اجعل باب هذا حرف الدي كمان مرة اعتمدنا التعديل اخر باب حرف الاف عشان نشوفوه حرف الدي وهي اخر تعديل هيك انا اغيرت مراكز الدوران تبعت الاب والبواب تبعت ليه عشان لو انا بدي اجيب باب وافتحه اقدر انا افتح بالطريقة زي هادي لكن لو كان مركز دوران في النص زي ما هو كان هيكا لو جيت افتح الباب رح الاحظ ان الباب بافتحه بطريقة غلط هي كنترول زد رجعت الباب زي ما هو هي بافتحه بطريقة السليم ان شاء الله خير هذا اول حاجة بعمله البواب هذه عشان يتم اعتماد مراكز دوران في عملية التصدير لازم اعلم على الاجسام تبعتي اللي هو البعنينة البلدنج والاربع بواب وقل له انا في موديفاي بيك بايفت بيك بايفت خليلي البايفت اللي انا غيرت مراكزهم دائمين بالوضع اللي هما فيها لقيت ممكن اعلق الجهاز شوية كياخد وقت بعدين خلاص الان اعتمد لياهم ضايل اعلم على الاجسام تبعتي كلها واعملها ترانسفورميشن اصفر القيم اللي هنوعين كنت انا مهن مسفر القيم تبعتي بس لا بأس ان انا اعمل اه فريز ترانسفورميشن وكمان اعمل ديليت باي طايب هستوري بحيث ان الجسم يبقى جاهز لعملية التصدير اعلم على الاجسام تبعي هذا كله هيك وقل له فايل اكسبورت سيليكشن بدي اصدره وين بدي احطه اه راح اروح افتح اليونت تبعتي واشوف الجسم من الاجسام تبعوني هدول على الافتراض وقل له وين انت موجود شوان اكسبلورار او في المجلد هذا هذا المجلد راح اصدر الشوال تبعي فيه هي كونترول بي وسمي بلدنج زيرو وين ويعمل اكسبورت للمجلد تبعي ما انساش اقول له انه انبادد ميديا حط ولا صح عشان يجيب للصور الموجودة جوه المبنى هذي التيكشن انا مستخدمها يحطي لي اياها جوه ملف الاف بي اكس وهي اكسبورت في مجلد ما اعمل اكسبورت راح اروح على اليونتي راح الاقي انه المبنى المبنى انضاف الي بس المبنى لسوق الحظ ايه جاي جاي من غير خمات فانا احيانا ممكن الاقيه مباشرة جاي من عندي بخمات لكن في الحالة تبعتي مش مبين في عندي خمات راح اعمل له هنا اعلم عنه ابنى تبعي واروح على ماتيريال وقوله اكستراك تيكتشر جوه الماتيريال بدي اعمل مجلد اسمي بلدنج طبعا مش بالضرورة اسمي بلدنج ولا اعمل مجلد بنفع احطهم بره هنا لكن هذي الكلام من باب الترتيب وقوله لو سمحت اعمل لي اكستراك تيكتشر جوه اشوف تلون والله متلونيش لا لسه متلونش المبنى تبعي لكن لو طلعت على الماتيريال روحت على البلدنج راح الاقي انه طلع لي الصور المكونة للخمات المبنى اللي عندي طب ارجع عندي اعلم عن المبنى تبع اقوله لو سمحت اعمل لي اكستراك ماتيريال طلع لي الخمات المستخدمة راح اروح على ماتيريال بلدنج خليه يطلع لي الخمات هنا طلع لي الخمات افتح الخمات اللي عندي بلدنج اه طيب في الدور هذي الخامة الدورة هعلم عن كل خامة وحاول ازبط الصورة تبعتها الدور هايها محطوطة هانا ولو انا مسكت الدور وعلمت على اي باب هذي نشوف البلدنج تبعتي هاي الباب تبعتي لو جيت هانا حطيتها على هان اوكي ما خلص ما جبلتش حطها علي مباشرة وين المبنى تبعي وين الباب لا يقابل فيش فيما شكل هاي المور ساكة هاي الباب ما له بيانة الخمات تبعتي فيه طيب اروح على الخامة البعديها مباشرة مش محتاجة احطهم اصلا هانا اروح على الهان وقوله لو سمحت الخامة التانية بتهياء اللي كانت هادي اروح الخامة التالتة وهي اللي كانت هادي ايوه الخامة الرابعة طبعا لو سميه باسماء اللي كانت امور عنده اوضح لي بس لعله خير اروح هستخدم تهياء لهذه الخامة والخامة الاخيرة هستخدم الصورة ايه هادي هاي المجسم البيت طلع عندي صار فيه عندي مجسم لا البيت تبعي بس بش عارف حجبه كبير ولا صغير امسك المجسم تبعي واشوف وين الولد تبعي اه لا خلينا الفه مبدئيا باتجاه الولد را همسك المجسم تبعي وعمله دوران لو عاصلت على زر الكنترول ممكن اعمل دوران يبقى اعمل لي سناب بحيث ان يبقى المبنى باتجاه الولد ما اتغلبش لما ادخله بديش امسي والف عليه يعني بدي مباشرة يجع لي طيب ارجع للمبنى تبعي اعلم على المودل وانا شاف ان الحجم صغير فانا راح اكبره كبره مثلا خمس اضعاف وعمل apply نشوف الحجم تبعي كيف صار خلي كويس خمس اضعاف كويس امسك المبنى تبعي طيب هاي المبنى احنا غيرنا مركز دوران من جيم السنتر بايفت هادي بصير بايفت بصير هاي مركز دوران تبعي انا بالعندة بدي المبنى كبيرة على اساس انه الولد يقدر يخش جواه وتخش الكاميرا معه اللي ممكن انا اجيب الاشياء التحت بس انا عايزه يكون زي هيك كويس اناك مش بطال اه بس المبنى الان لو انت عملت اه لو اجيت عملت play اشوف الولد تبعي هنا اه ممكن ولا تبعي بتحركش اروح الى البليار اه يبدو ان في مشكلة في السكريبت هادي اه remove component والكود تبع البليار ايوان الان اشغل الولد تبعي وشوفه بتحرك ولا لا اهي الولد بتحرك تبعي ممكن يروح ويمشي ويخش بس ايش ماله باخترك الحيطان امور طبيعية جدا يعني طبعا انا مش عايز الكلام هادا علشان اتغلب على الجزئية هادي راح اروح على المبنى كله البلدنج هادا طبعا مش راح اروح على المبنى كله لان بديش البواب دي ايه يقدر خوش من البواب فانا وين راح اروح على البلدنج هان واقوله لو سمحت مش بوكس اه كلها ايضا راح اروح اقوله انا عايز ايش كان اسمه ايه مش كولايدر مش ايه مش كولايدر لمين للبيت لكن البيت ما فيش فيه من غير البواب راح اروح على الاربع البواب اللي عندي واقوله لو سمحت اعمالي لكل واحد بوكس كولايدر تأكد انه هي كل باب وعمل عليه بوكس كولايدر امسك واحد من الباب هادي وعص على اسهم اللي هان خلينا عص اول شي عشان اشوفه وعص على اللي هان اه راح تلاقي انه احنا الامور عنا طيبة الحمد لله والبوكس كولايدر من حاله حتوزع نفسه على الباب بالزبط فما فيش عندي مشاكل الان خليني اه اجي اشغل اللاعب تبعي واشوف ايش ممكن يصير معه هاي الولد تبعي نيجي نحاول نخش مثلا من الحيط اه بدخل في الحيط عادي فيه بحاول يقاوم هاي بحاول يقاوم ممكن يخترك الحيط لا طيب هانا نشوف اه بدخل احيط مش راضي يطلع دخل مش راضي يطلع طيب في عنا شوية اشكاليات في الكولايدر هادي موجودة عشان احاول احلها رح اروح على البليار مثلا تبعي حرف الاف البليار حرف الاف واروح على البوكس كولادر تبعه واكبره شوية من قدام بحيث انه عملية التصادم التصادم تصير من بدله هو ليش اللي صارت هو انه هو ملحقش يكتشف انه في عملية التصادم فانا لو كبرته شوية ببين انه في عندي تصادم ابضر وبالتالي ممكن هو البرنامج يتفاعل معه طريقة ابضل الان مش قادر يتصادم بحاول يختركن لكن مش قادر يختركن بحاول يختركن حتى البواب عليهم بوكس كولادر مش قادر يدخل من البواب ممتاز الان اللي رح اعمله بدي الباب تبع يفتح عشان الباب تبعي يفتح رح اعلم على الاربع بواب ولا بلاش على باب واحد باب واحد اللي هو هذا وفي عندي سكريبت معمولة جاهزة اسمها دور كنترولر رح اعلم على الباب تبعي وقل له لو سمحت يا دور نحط على الباب الان هاد الدالة او هاد الكود البرمجي وظيفته انه لما يجرب اللاعب من الباب يفتح الباب تلقائي هات نشوف الباب فتحت القائب واللاعب تبعي دخل جوه البيت ممكن هاي بلفل في جوه البيت ممكن لو يجي يخبط في اي حاجة يصير في كولايد في عملية التصادق ممكن يطلع من الباب من شكل تاني انا عاود نشوف كمان مرة اوقف واشغل احيانا ممكن اواجه يعني الحمدلله الامور سالكة وموجهتش لكن ها هاي بش قادر يطلع الدرج اجت المشكلة ليش لانه الدرج تصادم وبش قادر اخبط فيه لو اطلعنا من هنا اوضح بحاول اخبط في الدرج عشان اتغلب على القضية هادي انا ممكن اعمل حيلة اعمل هنا create 3d box اي كيوب واجيب الكيوب تابعي هذا وامغطه زي هيك خلينا اكبر الشاشة هاجه زي هيك واخليه ييجي محل الدرج خلي الكيوب هذا تابعي ييجي محل الدرج اعمل دوران تقريبا زي هيك تأكد الحفة تابعته داخل لا بدي اعمل شوية دوران زاوية اخوة زاوية صح حاجة زي هيك الان هو ممكن يطلع عليه هذا طبعا خلينا اشوف عليه كولادا ولا لا هاي الكيوب اه ايه عليه بوكس كولادا فيش مشاكل الان لو انا خلينا ارجع اللاعب تابعي شوية الورا هاي البليار طبعا البليار عليه كاميرا وبالتالي بتحرك مع الكاميرا مباشرة وهاتا اجي اشوف اه ايه بطلع لحاله ليش لانه الخط مائل او المكعب مائل بس مش معطيني احساس انه في عندي درج عشان هيك راح اروح على البوكس تابعي الكيوب وفي عندي خاصية مش رندر يعني هل اظهر المجسم تابعي لا بقول له خفيه المجسم موجود والبوكس كولايدر موجود لكن هو مش مبين بالعين بس الكاميرا مش قدر تشوفه لكن هو موجود الان تعال نيجي بمشي الولد تابعي هي بطلع على الدرج طبعا هو مبين انه بطلع على الدرج لكن عمليا ايش بساوه هو هو بطلع على كيوب تابعي وهي اجي عندي الباب تلقائيا نشتغل كود تابعي الباب وهي فتح وهي دخل اللاعب تابعا ويعطيك العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة